حارس مرمى في الجولة третьية أفضل حارس مرمى وبالتالي جوة التشكيلة علم معلول من النادي الآهلي أحمد يسين الانضم للمنتخب حاليا من النادي البنك الآهلي أحمد سامي لعب بيرامدز أيضا وقال بدفع نادي بيرامدز أحمد رمضان بيكهم لعب سموحة محمد هلال البنك الآهلي عمر السلية النادي الآهلي أليو ديانج النادي الآهلي محمود الشبراوي الجونة مروان حمدي سموحة وعبد ويحيى غزل المحلة ده يمكن التشكيلة نفسها ان انت اللعيبة اللي دايما بتكسف فرقها اللعيبة اللي ممكن تكون الافضل لفرقها اخترناهم وحطناهم في هذه التشكيلة طبعا في مجموعة من اللعيبة شاركوا كانوا كويسين جدا لكن اختياراتنا بناء على دائما ما يقدموا اللاعب لفريقه وخصوصا في المباراة اللي بيكون ضد المنافس ده تشكيلة الجولة التالتة ودايما بننتظر حضراتكم لو تحبوا تشاركونا من خلال صفحة البريمو على الفيسبوك كافضل لاعب وافضل تشكيلة وافضل هدف كمان لو حبيته تختارون ان احنا اخترنا برضو افضل هدف في الجولة التالتة والحقيقة احنا ما قلناش يعني نقول ايه بس المفاضلة ما بين هدف مصوفة فتحي وقاليو ديانج صراحة اخترناهم هما الاتنين لان هما الاتنين هدفين غاية في الروعة الصراحة سواء هدف مصوفة فتحي لو معنا جماعة الهدف صورة حتى وقاليو ديانج بنتكلم على هدفين كانوا رائعين في الجولة التالتة كانوا فيه هدف قوية في الجولة التالتة لكن الهدفين دول هما اللي كانوا فيه قمة الكرة المصرية وقمة الجولة التالتة ومطش القمة ما بين الاهل وزيان شايفين كده ده هدف الهدف ديانج ده تم اختياره مننا كافضل هدف في الجولة التالتة هو طبعا وهدف مصوفة فتحي الرائع الرائع في مرمى الشناي ومرمى النادي الاهلي هما الاتنين تم اختيارهم طبعا احنا بنختار هدف واحد لكن صراحة الهدفين يستحقوا ان هما يختاروا كهدف الاسبو طيب خريني هطلع لفاصل